وأعرب رئيس عبدالفتاح سيسي عن أمله في أن يشهد عام 2023 مزيدا من الجهود في مجال العمل الأهلي كما لفت الرئيس سيسي إلى أن مصر تدفع ثمن الأزمات العالمية مثل باقي دول العالم نحن كنا قلنا 2022 هو عام المجتمع المدني بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة وأنا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات يمكن تكون محتاجة مننا أن نبزل جهد أكتر من 2022 لأن زي ما أنتم شايفين الأزمة التي نحن نتكلم عليها أزمة كبيرة قوي قوي وليها تدعيات على العالم كله وأنا تكلمت في هذا الموضوع لكن سأتكلم فيه ثاني أن الأزمة هذه أزمة كبيرة وليها تأثير كبير وبالتالي إذا كانت منظوات المجتمع المدني محتاجة تشتغل أو الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22 أنا متصور أنه محتاجي يتضاعف هذا الجهد خلال 23 أنت قلت فيه 14 مليار هتقدموهم مش كده دكتور نصفة هتقدموهم والأنا بدعو للجميع للمساهمة أكتر وإحنا من جانبنا كحكومة أول حتى من سندوق زي سندوق تاحية مصر وبيت السندي نكمل الرقم ده أكتر من كده مش عايز أقول رقم محدد عشان المساهمين يزودوا وعشان كمان الحكومة تبزي الجهد معنا في أن احنا نخلي الحركة وتواجدكم التنفيذي اللي أنا بهنيكم عليه وأنا يعني أنا على اتصال بيكم بكلم كتير من الكيانات ديت وبداردش معاها وبسمع يعني زي موضوع بتاع التمكين زي ما حضرت كده الجمعية اللي بتعملوها بتاعت الانتو تعملو جمعية وجماعوا فلوس وبعدين تشتغلوا وبعدين تشتغلوا كده يعني المتابع وشايف إنها أفكار السيدة رضا يعني وكل اللي موجودين عشان برس بتحدي أفكار جميلة جدا جدا وتتتناسب مع ظروف المجتمع